أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من موروكن إنجليش من تقديم الأستاذ سعيد كريم درس اليوم هو To be in negative أول سؤال تقنطرحه دائماً في الدرس ديالنا What is it؟ يعني كيف هو To be in negative آخر مرحباً أن To be هو فعل وأهم فعل في اللغة الإنجليزية وأول فعل كنت أعلمه أن عليهم بنية اللغة وقام بأفعال تستعمل كثيراً سواء في اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة آخر مرحباً أن I'm و Is و Are هما وقالنا بأنه يتغيير استعمالهم على حساب الشخص الذي نهضر عليه ونوصفه بما أننا اليوم في النيغاتيف فكلمة NOT التي تشاهدون بالحمر تزاد تضاف لهذا AM و IS و ARE لكي تقولي تنفي مثلا إذا كان الشخص الذي نتكلم عليه هو أنا I ونوصف رأسه وننفيه الوصف I am NOT You are not He is not She is not It is not We are not You are not They are not أخير مرة أشفنا مثلا إذا أردت أن تقول أنني أنا تلميذ سنقول I am a student نوصف إذا أردت أن تضافت الآن على تبي ستقولي تعطينا النفي هذه الصفة يعني أردت أن أردت أن أردت أن أردت أنني أنا تلميذ أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت وكيفما شفنا بأن تبي عنده هاد يعني الشكل العادي دياله و الشكل مختصر كذلك فاش كيكون في النغاتيف كيكون عنده شكل عادي كي بحالة I am not كتولي I am not باسمال أبوستروفي I am not وكما قلنا المرة الفايتة كذلك فشكل ديال التبي كيفاش كنكتبوه ما كيغير شباتات المعنى ديال الجملة فهو فقط للاختصار المعنى كيبقى نفس المعنى You are not ممكن تولي You aren't You aren't He is not He isn't She is not She isn't It is not It isn't We are not We aren't You are not You aren't They are not They aren't You aren't Longe And you're not a song Short لكي هنالك جملة ماذا يوجد المرة الفيتاء في مؤسسة مؤسسة الاسمية لأشخاص أو أي شخص وما يوجد يقوم الضر المفاعل في الجملة ويوجد يوجد وهي يوجد 끝�ه لامال الجملة ولكن اليوم سوف اضع ليهم لنفي يوجد أي من يعني عمل الجملة مثلاً الشخص الذي نريد أن نوصفه أو نستعمله كفاية في الجملة هي جوليا جوليا بينا بأنها اسم الفتاة فبالتالي هي تساوي نفس المعنى شي شي هي تبيلي كيمشي مع شي يعني باش نعرفه جوليا أشمل تبيلي كيمشي مع شي كنشوفه أشمل المعنى كتعني شي وشي قلنا بأنها كتبشي مع إز يعني إز وبما أننا كنتحدثه على النيغاتيف حسنا ضروري نزيده كلمات نوت ثم كنكمله الجملة مثلاً الوصف اللي بغينا نقوله شورت يعني قصيرة القامة يعني إذا جمعنا هاد المكوينات كاملة غن بغينا نوصفه بأن هاد جوليا هي قصيرة القامة أولا ماشي قصيرة القامة يعني بطبيعة الحال مادام تعدنا نوت نيغاتيف فإحنا كنقوله بأن جوليا ليست قصيرة القامة ولا أجمعنا هم يعطيونا هاد جملة كاملة جوليا إز ناوت شورت جوليا إز ناوت شورت يعني جوليا ليست ماشي كمال مرة الفيتاء تعلمنا في الدرس أنا قنا نوصفه واحد الصفة دابا كان ننفيو الصفة جوليا إز ناوت شورت الصفة اللي كان ننفيو على جوليا هي أنها قصيرة القامة شورت جوليا إز ناوت شورت الفاقة الموالية هي إكزامبلز باش شوفوا مزيد من الأمثلة باش نتمكنوا من هاد الوصف اللي غا نستعمله مثلا في هذه الجملة هو ساد 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 هي حزين والشخص اللي بريت نستعمل مع هاد الوصف هو أنا يعني بريت ننفي على راسي أنني حزين آي آم ناوت ساد آي آم ناوت ساد لنفرد كل ما كانش ناوت كل المعنى الجملة غا تكون هي آي آم ساد أنا حزين ولكن بالإضافة ديال ناوت ولا المعنى هي أنا لست حزين يعني أنا العكس أنا سايد بيزي الوصف التاني في الجملة التانية هو بيزي يعني مشغول بيزي مشغول بغن أن نهضروا على واحد الشخص اللي هو أنتا شي هي بغن أن نقول بأن هي ماشي مشغولة يعني عندها الفراغ وعندها وقت she is not busy she is not busy فار يعني بعيد فار بعيد يعني الشخص الشي اللي بغن نوص هو فاز 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 بطبيعة الحالية مدينة فاس ولكن باللغة الإنجليزية عقل عليها كنت تكتب بزاد مشي بأس فاز وفاز بما أنها يعني غير عقل فكتساوين في الملادية الإت الإت اللي كتستعمل مع غير العقل وحيوان فبالتالي كتمشي مع إيز وهنا نحنا اليوم نيغاتيب يعني إيز نوت غير عقل غير عقل غير عقل فاز ليست بعيدة إتالين الوصف الموالي هو إتالين ويتنوصف مثلا شي شخص واش هو إيطالي أو لا إتالين إتالين يو أند آي يعني أنا وإنت أو لا أنت وأنا يعني دائما كنت أذكركم خلصنا نصبقوا الشخص عادي نهضروا على النفوس نحنا أي وضع ما نقولوا آي أند يو خلصنا نقولوا يو أند آي يو أند آي آر نوت إيطاليان يو أند آي آر نوت إيطاليان يعني إنت أو أنا لسنا لسنا إيطاليان الفقرة الآخرة هي إكزرسايس باش نشوفوا واش تمكنتوا من هادشه اللي تعلمنا في هذا الدرس أو لا إذا المطلب مننا في هاد الإكزرسايس آي سيا في الـ من الفراغات ويدا فرب تبي بسعمال فرب تبي يعني في الصفة ديال النفي اللجومة اللي مطلب مننا أننا نملك الفراغات فيهم هي وي نحن كلاوز يعني قرب ضد ديال كلمات فار اللي شفنا بشوية قد تعني بعيد كلاوز هي قريب للضاق الكلب هافي هافي هي تقيل الوزن هافي آي أنا الدكتور يعني طبيب من طبيعة الحال أمي أمي في المنزل وأقلوا على كلمة هوم دائما كتبش مع عبارة أت في المنزل أخي وأنا أخي وأنا ستودنتس تلاميذ هؤلاء تلميدين لأن فيها أس في الخر لها الجمع ات أبان يعني هات الشيء اللي بغيت نوصفه أبان قلم أبان قلم شي هي أسينجر أسينجر يعني مغنية أسينجر وبالتالي نعرف رأس نواش فهمنا تماما أو لما زادنا إشكال إلا كانت عندكم شي تساؤلات ما تنسوش صدوها في كومنتر تحت الفيديو وكذلك ما تنسوش ضغطوا على زر سبسكرايب لأنه مهم باش يوصلكم دائما الجديد دي الدروس دينا شكرا جزيلا Thank you very much